بفقرة مشتبو كل يوم سبت بيكون معنا الدكتور يمان التل استشاري جراحة الكلا والمسالك البولية هي فقرة توعية بالصحة الجنسية موضوعنا اليوم هو أدوية الضعف الجنسي شو أثارها وشو مرات بيكون الأعراض الجانبية وأيضا تحذيرات ومعلومات هامة جدا رح تكون مع دكتور يمان أهلا وسهلا فيك دكتور كيف حالك؟ ممتاز ممتاز خلينا نبدأ بدك تحضرتك دكتور رح تخبرنا بشكل عام عن هاي الأدوية وشو أفضل شيء الناس يلجأوا له وأيضا هناك زي منقول تحذيرات من النوعيات مش لازم الناس يلجأوا لها صحي نبدأ في البداية كيف بتشتغل أدوية الضعف الجنسي؟ هلا أدوية الضعف الجنسي طبعا يحيطها العديد من الخرافات اللي بتأثر على طريقة استخدامها هلا تم اكتشافها في آخر تقريبا عشرين حوالي عشرين خمسة وعشرين سنة ويعبارة عن موسعات للأوعية الدموية يعني بتعمل توسيع في الأوعية الدموية فتؤدي إلى زيادة ضخط ضم إلى العضو الذكري فيحدث الانتصاب هاي الطريقة المبسطة لعمل هذه الأدوية وطبعا صار فيه منها أنواع يعني تم اكتشاف المشهورة لحب الزرقاء بعدين صار فيه أنواع مختلفة فيه عنده ثلاثة أربع أنواع كلهم يعملوا بنفس الطريقة ولكن فيه اختلافات بسيطة بين هاي الأنواع من الأدوية هل لازم دائما تكون بمثلا وصفة طبية؟ طبعا أهلا أي علاج يجب أن يكون تحت إشراف الطبيب لأنه فيه محاذير دقيقة لازم الطبيب يتأكد أنها غير موجودة عند هذا المريض حتى يمكن إعطاؤه هذا الدواء في الدواء اللي بيناسبه كمان كل دواء بيختلف عن الدواء الآخر في طريقة عمله فيجب أن الطبيب يحدد أنه المريض بيستفيد من النوعية الفلانية أو نوعية ألف أو باء أو جيم إلى آخره طيب هلأ فيه بالسوق موجود مرات الناس بيستغلوا مثلا الأدوية الأصلية بيرجأوا لأدوية مثلا مقلدة بيجيب مرات من الصين قلت لي أو هيك هلأ عرفنا على هدول شو ما خاطر أنه الشخص يستعمل أدوية مقلدة مش الأدوية اللي من شركات يعني صيدة لمعروفة نعم الملاحظة هذا الدواء حساس يعني بيشتغل بطريقة حساسة تؤثر على الجهاز الدموي في جسم الإنسان لأنه يعمل توسيع في الأوعية الدموية فيجب أن تكون تركيزاته مدروسة فللأسف لترفاع سعرها خاصة في بداياتها توجه الناس للبدائل ولأنها تجارة رائجة يعني ضعف الجنسي يصيب 50% من الرجال فوق الأربعين فهي تجارة رائجة جدا فتوجهوا لمنتجات بديلة فبيجبوها من دول أخرى أنا حكيت لك قبل الحلقة يعني في باخرات بتكون بالبحر في جهات الهند بتصنح هذه الأدوية بالباخرة؟ آه خارج حدود الرقابة بحيث أن ما يكون في رقابة عليها بتصنيحها وبيهربوها للأسواق العالمية هذه تحتوي على تركيز غير طبية غير سليمة منها تنشأ الأعراض الجانبية المبالغ فيها اللي نراها أحيانا فيجب أخذها عن طريق وصفة طبية طيب هلأ شو فيها خطورة؟ يعني تعطيني أكتر مخاطر زي أعراض يعني حضرتك أكيد بمروء عليك في العيادة وبما أنه هذا التخصص واستخدامها عم بيكون واسع شو ممكن يعمل أعراض جانبية خطرة لصحة الإنسان من استخدام الأدوية المقلدة؟ طمام هلأ إحنا نبدأ نحكي قبل أن نحكي عن أعراض الأدوية المقلدة نحكي عن الأدوية نفسها الأدوية لضعف الإنصاب المعتندة عالميا هلأ هي بما أنها توسع الأدوية للأوعية الدموية فهي تؤدي قد تؤدي إلى انخفاض في الضغط أيضا من أعراضها الجانبية أنه يحدث أحسان ألم في العضلات غباش في العيون حرقة في المعدة وصداع لأنها بتوسع الأوعية الدموية في الدماغ هاي أعراض جانبية عادية قد تصيب وقد لا تصيب الشخص إحنا المنخاف منه أو المنتشر عنه أنه هاي الأدوية أنا ما بحب أخذها لأنها بتأثر على القلب فالمرض بتجنبها وبيعاني سنوات سنوات لأنه بتأثر على القلب هلأ هو العكس هذه الأدوية لا تؤثر على القلب بشكل مباشر هلأ نحن عم نحكي عن الأدوية المعروفة المعروفة الأدوية المعروفة هي لا تؤثر على القلب بشكل مباشر يعني الحب الزرقاء وأخواتها لا تؤثر على القلب ولكن مريض القلب اللي يعاني من أمراض قلب متقدمة أصلا يمنع طبيب القلب عادة من ممارسة العلاقة الزوجية لأن ممارسة العلاقة الزوجية هي زي أي تمرين رياضي فيها جهد عالي على القلب فهؤلاء المرضى هم اللي بأخذوا هذا الدواء اللي بيصير عندهم مضاعفات قلبي أصلا هم ممنوعين من ممارسة العلاقة أما هي تأثيرها على القلب إذا كان المريض قلبه سليم إذا كان منتظم بأدوية الضغط فهي ليس لها أي تأثير نهائيا على صحة القلب إذا أخذت تحت إشراف الطبيب فهذا أهم شيء يعني منتشر شاعر أن المرضى بيخاف ويأخذوها بيحكي لك لا أنا قلبي بخاف وهي أدوية خطيرة بتأثر على القلب هي لا تؤثر على القلب إذا كان أنت أمورك طبية مستقرة ولا تعاني من أي مشاكل قلبية وإذا كان مريض قلب أنت تنصح يراجع مع طبيبه قبل ما يستخدمها أنه حتى مرض القلب يستطيعون أختها إذا مثلا إذا المريض صابته جلطة إحنا بننصحه يأخذ حوالي 6 أشهر نقاها قبل ما يلجأ لهذه الأدوية أو حتى لممارسة حياته الزوجية فإذا المريض حتى صابته جلطة هي آمنة طول ما القلب في قوته هي فقط حالات ضعف أو فشل القلب الشديد اللي إحنا بنحذر المريض نحكي له هذه الأدوية لا يجب أخذها وشغلة ثانية مهمة بعض المرضى اللي عندهم الذبحة الصدرية بأخذه اللي هو الجليسيرين اللي هي الحبة تحت اللسان أو البخاخ هذا مبدأ عمله هو نفس مبدأ عمل أدوية ضعف الانتصاب فبالعادة إحنا بننصح المريض اللي بأخذ هاي الأدوية ما يأخذ أدوية ضعف الانتصاب لأنها تؤدي إلى توسع شديد في الشرايين يأخذوه مع بعض وهبوط حاد في عضلة القلب فقط هاي هي المحاذير الرئيسية اللي بممكن يتأثرها للقلب طيب نرجع لا استخدام الأدوية المقلدة ومخاطرها على صحة هالأشخاص هلا إحنا من الأدوية المقلدة فيه شيء دار جدا أنه بيجونا المرضى بيحقول لك أنا ما بدي أخذ دواء بأخذ شيء طبيعي بروح بجيبه وبن حتى بعض الصيدليات لأسف بيطبيعه أو بروح عندي العطارين بأخذوا مثلا عسل مثلا بيحكي لك أنا بأخذ العسل الماليزي أنا ما شفته بس بيجي بحطوا الشركات اللي بتصنعه بتحط شوية عسل هذا للأسف معظمها تحتوي على الأدوية مطحونة فأتخيلي هاي تركيز غير طبية فهو بأخذها ويشعر بنتيجة بيحكي لك هذا العسل تأثيره سحري لأنه لا يوجد أي دليل علمي أنه العسل يساعد على الانتصاب هي عبارة عن أسطورة عن العسل ومش العسل هو الدواء المطحون فيه ومش العسل هي المواد المطحون المحطوط في هذا العسل اللي هم بروح بيجيبوه ويحتوي على تركيزات غير طبية هنا تنشأ المضاعفات لأنه هي تركيزات عالية غير مدروسة ساعتها قد تؤدي لمضاعفات غير متوقعة عند هؤلاء المرضى طيب وهنا بنرجع لحضرتك يعني أنا هاي كتير هايك لفتة نظري أنه بيصنعوها ممكن على بواخر يعني لأنها غير مرخصة وهيك فلما يكون التركيز مش بالمعايير العالمية والتركيز مش طبية شو بيكون الأعراض الجانبية أو محاطرها عصر؟ تعرفي أكثر شيء مزعج واللي هو أخطر من القلب اللي بيحدث عند هذول المرضى ورأينا كم من حال للأسف في الأردن قبل فترة لما يأخذوا هاي الأدوية الغير أصلية اللي هي يحدث شيء يسمى بالإنجليزي بريابيزم اللي هو عبارة عن انتصاب دائم ما يحدث عند المريض لما يأخذ هاي الأدوية بيصير انتصاب طويل للأمد يتجاوز موتة الأربع خمس ساعات هذا يؤدي إلى تجمد الدم في العضو الذكري والأخير موت جميع الخلايا الداخلية ويحدث نهايته أنه يحدث ضعف انتصاب دائم يعني يصعب هاي من الحالات المستعصية حتى على الحلول الجراحية إذا حدثت وهي للأسف شفناها عند بعض الشباب اللي أخذوا أدوية غير معروفة المصدر وحدثت عندهم وبتعرفي كمان موضوع محرج فتلاقي الشاب راح يتأخر لمراجعة الطبيب بيحاول أنه يعني ينتهي الموضوع لنفسه فتأخر أربع خمس ست ساعات العادة بيجونا بعد عشر ساعات بيكون الموضوع تقريباً انتهى ويحتاجوا يعني كيش علاج لإعادة وضع حم إذن فيه خطورة جداً يعني من أنه يستخدم شيء مش بيعني ويجب أن يكون هناك رقابة شديدة على هاي المنتجات يعني لا يجب أن تكون متوافرة ويجب استشارة الطبيب أخذها ضم معايير طبيه هي أدوية آمنة حتى في الدول الغربية الآن أصبحت تعطى من غير وصفة بعض هاي الأدوية لأنه هي آمنة الإشاعات عن الحب الزرقاء إنها خطيرة وهي عبارة عن إشاعات شعبية وليست حقائق ألمية هي آمنة جداً جداً ولكن يجب اختيار المريض المناسب عن طريق الطبيب المختص فيها في الموضوع طبعاً ونحن دائماً لما هلأ ذكرت دكتور أنه بيطولوا بيطولوا ولا يراجعوا بخجلوا الناس ونحن عنا الثقافة أنه هذا الموضوع الثقافة الجنسية والصحة الجنسية ما حدا بيحكي فيه محرج هو بالفعل وعشان هيك إحنا عاملين هاي الفقرة مشتبه ودكتور يمان التل عم بيكون معانا كل سبت لحتى يشرح أكتر ويعرف الجميع أكتر أنه على الصحة يعني كيف الواحد يحافظ على صحته ما يقزوا الصحة باستخدام أدوية مثلاً مش صحيحة أو ممارسات غير صحية صحيح لأنه هذا موضوع شائع جداً وبسبب الحرج تنتشر المعلومات الخاطئة والحياة الزوجية هي التي تتأثر بالأخير من هذا الموضوع فيجب أن نسلط دائماً الضوء على هذه الموضوع مهمة للحفاظ على الحياة الزوجية نعم بحب أسمع كلمة أخيرة منك لو يعني هلأ كل المرضى اللي بيكون عندك بالعيادة تعطيهم كلمة هيك من عندك بخصوص هذا الموضوع أنا أهم كلمة إذا شعرت أنه عندك مشكلة في الانتصاب لا تخجل من توجه للطبيب فوراً لأنه فيه حلول بسيطة جداً أو قد تكون الأسباب المشكلة بسيطة جداً جداً ويمكن حلها لا تلجأ للحلول الجانبية مقابل استشارة الطبيب مختص وأخذ الرأي السديد من الشخص المناسب شكراً إليك دكتور يمان التل استشاري جراحة الكلا والمسالك البولية أهلاً وسهلاً لك دائماً معنا أهلاً أهلاً